ينضم إلينا مراسلاء الغد من لندن محمد الفنيش ومن بروكسل سلامة عطلة أبدأ معك محمد الفنيش من لندن كيف تابعت معنا قبل لحظات المؤتمر الصحفي الذي لا يزال متواصلا لدوميك راب نعم دوميك راب وزير الخارجية البريطاني ورئيس الحكومة بالنيابة في ظل مرض رئيس الوزراء بوريس جونسون ذهب من حيث لغة الأرقام والاستراتيجية الحكومية ذهب على نفس الطريقة التي يتجه بها بوريس جونسون سواء عندما يقوم مايكل جوف بالتصريح أو عندما يقوم كذلك ستيفن باويس وهو مدير القطع الصحي في إنجلترا بالمؤتمرات الصحفية الموضوع الذي سيطر على وسائل الإعلام وعلى انتباه المواطن البريطاني رقمين أساسيين أو موضوعين أساسيين الموضوع الأول هو صحة رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي نقل ليلة البارحة ولا يزال في العناية المركزة واعتبر مايكل جوف اليوم أن بوريس جونسون لا يستعمل جهاز تنفس الصناعي لكنه يتلقى الأكسجين بين الفينة والأخرى الوضع قلق هناك تعاطف كبير في الشعب البريطاني مع بوريس جونسون والنقطة الأخرى التي ركزوا عليها هو التصاعد المخيف في الوفيات حيث عادت الوتير المخيفة بعد أن تراجع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا خلال اليومين الماضيين اليوم كذلك تتجاوز عدد الوفيات في إنجلت رفقت 700 وبشكل عام في المملكة المتحدة وصل إجمالي الوفاة منذ ظهور فيروس كورونا في المملكة المتحدة حتى اليوم تجاوز 6159 تقريبا وفاة من إجمالي الوفيات الإصابات وصلت إلى أكثر من 55 ألف إصابة في المملكة المتحدة رقم مخيف جدا هنا الحركة المتوقفة الحركة التي تشاهدونها خلفه هي فقط لموظفي المستشفى هذا المستشفى هنا حيث لا يزال المتطوعون والعاملون يتحركون ويساعدون موظفي قطاع الصحة ضمن حملة تطوع شاملة وصلت إلى أكثر من 750 ألف متطوع من أجل دعم القطاع الصحي خوفا من ارتفاع عدد الإصابات وارتفاع عدد الوفيات ولقدر الله انهيار القطاع الصحي كما نبه إلى ذلك مرات عدة بوريش جونسون بوريش جونسون كذلك لا بد أن يشير أنه كان يتميز بياقة بدنية عالية كان الرجل لديه ثقة في النفس لديه حضور قوي لديه كاريزمة لديه شخصية فهذا الغياب كذلك أثر على مستوى تتبع هذا الوباء بوريش جونسون كان يعرف كيف يذير هذه الحملة نحن نعرف أن بوريش جونسون لديه خلفية إعلامية فهو صحفي وبالتالي بوريش جونسون كان سياسي ماهر كان صحفيا ماهرا في احتواء هذه الأزمة وخلق تعاطف وخلق تضامن مجتمعي في المملكة المتحدة لكن كورونا داهمه بكل تأكيد وننتظر المعلومات منك حول الوضع الصحفي رسائلنا المقبلة ننتقل مشاهدين إلى بروكسل وسلامة عطلة سلامة كان هناك انتقادات كبيرة للاتحاد الأوروبي من حيث الاستجابة لمواجهة تفشي فيروس كورونا أوروبيا اليوم تم الحديث من قبل المفوضية الأوروبية عن تخصيص أموال للدول الفقيرة ماذا يعني ذلك؟ هناك أموال أوروبية تذهب للجهة الدولية ومن بينها الأمم المتحدة وأجهزتها للتوصل إما إلى لقاح وما يسبق ذلك من اختبارات وكذلك لدعم الدول الفقيرة التي لديها أنظمة صحية متهالكة وهناك أموال أوروبية خصصة كإسعافات أولية لمساعدة الدول الأكثر تضرراً داخل التكتل إيطاليا وإسبانيا واليوم يجتمع وزراء منطقة اليورو للبحث عن آلية تسمح لهم بالتضامن كيف يمكن أن يجمعوا المال سوياً وينفقونه على الدول الأكثر تضرراً لمرحلة التعافي ما بعد ضربة كورونا لا يزال الخلاف جاري ولكن يمكن أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأياب القادمة بأن يضطر أو تلجأ الدول المحتاجة إلى ما يسمى بآلية الاستقرار الأوروبية صندوق مالي يأخذون منه المال بشروط المقترح وأن تكون الشروط ميسرة ليست كما العادة ولكن لا يزال الرفض الألماني لما يسمى بسندات كورونا أو أي المقترح الإيطالي دين عام وينفق الاتحاد الأوروبي على من يحتاج المفوضية الأوروبية أيضاً سلامة اليوم تحدثت عن استراتيجية جديدة لإجراءات العزل ستبدأ طبعاً الأربعاء ما هي ملامح هذه الاستراتيجية هل يمكن تخفيف إجراءات العزل لعديد الدول الأوروبية أولاً الدول التي بدأت المشوار مبكراً كإيطاليا هناك تباطئ ولكن التباطئ كما أكد المسؤولون الصحيون أنه لا يعني بأن البلاد على بعد أمتار من مخرج الطوارئ وحذروا أيضاً المواطنين من الوهم والخيال الذي دفع بالبعض للخروج وليتغلب على الملل وهذه هي المرحلة الخطيرة كيف يمكن أن نزيد أو نعيد البيانات إلى ما كانت عليه وفي نفس الوقت أن نحافظ على هذا التباطئ نحو الإنحدار الناس ملت وتحتاج إلى عمل وتحتاج إلى نزه لذلك هناك دعوات كثيرة بأن يبقوا في بيوتهم على الأقل لأسبوعين أو ثلاثة أما المرحلة الثانية فستعاد فيها الحياة تدريجياً وبشروط حتى لها علاقة بكيفية الاتصال مع الآخرين وكذلك القطاعات التي يفترض أن تبدأ تدريجياً بالعودة إلى العمل لكي لا يعود لأن الخطر لا يزال قائم التباطئ لا يلغي الخطر إذا تصرف الناس على ما كان يتصرف عليه قبل في ظل حديث عن إجراءة العزل الجديدة إيطاليا تسجل الآن وفيات جديدة بفيروس كورونا أشكرك جزيل الشكر وأتمنى السلامة لكم من بروكسل سلام عطلة ومن لندن محمد الفنيش شكراً لكم مراسلة الغد اشتركوا في القناة